مجلس النواب المدرسة عليها وتحويلها لمجمع تجاري خاص كما وافق على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية وأحالته إلى مجلس الشورى ثم أحال إلى الحكومة خمسة اقتراحات برغبة الأول بشأن تخفيض رسوم الغرف الخاصة بمستشفى الملك حمد وعفاء المسنين من نصف الرسوم الثاني بشأن قيام وزارة الشؤون الأعلام ببحرانة وظائف الدوام الكلي والجزئي ووظائف نظام القطعة بوكالة أنباء البحرين وجاء الاقتراح برغبة الثالث بشأن إنشاء معهد ومصنع لتشغيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة والرابع بشأن منح مستفيدي قرض الإسكان قرضا إضافيا من قبل بنك الإسكان والخامس بشأن سماح بنقل طلب الإسكان من خدمة لأخرى دون المساس بالأقدمية لمرة واحدة فقط المقترح الأول كان حول زيادة القروض حق المؤسرين يعني في ساعات الواحد يبني بيته ويتفاجأ أن خلصت فلوسه فتقدم مجلس النواب أنه بإمكانك بإمكانك يا وزارة الإسكان أو وبنك الإسكان زيادة المبلغ أو أنه تعطي المبلغ لإكمال بيته هذا علشان يكمليه هذا يعني مقترح جيد المقترح الآخر هو حول تحويل خدمة يعني ساعات الواحد يطلب أرض ولو بعد عشر سنوات يقول والله أنا أبي بيت بدل هذه فالإسكان حاليا نقول لك لا ما لك حق خلاص تبتدي من البداية تقدم طلبك هذه العملية طلقت تقدم فيها أصحاب السعاد النواب وصوت عليها المجلس أنه بإمكان صاحب الطلب يحول من خدمة إلى خدمة مرة أو مرتين بناء على طلبه وفي النهاية وكله بيكون في صالح المواطن الموضوع الآخر تحدثني يوم حول ميثاق العمل الوطني ونحن نبارك إلى شعب البحرين هذا الملك ونبارك إلى شعب البحرين هذا الإنجاز ونبارك إلى شعب البحرين الانتقال بعد توقف دام 27 سنة من 75 إلى 2002 ورجعت الديمقراطية إلى البحرين ومورستها الديمقراطية ونحن قاعدين نعيشها وهذه الديمقراطية جلسة اليوم خصصت وقت للتهنئة بيوم الميثاق العمل الوطني واللي أرسى دعائم طبعا للدولة المدنية وفعل مؤسسات المجتمع الوطني في هذه الدولة وهذا طبعا في ضل الله سبحانه وتعالى وثم فضل جلالة الملك اللي أرسى هذه الدعائم وأرسى مؤسسات المجتمع الوطني وترك مساحة كبيرة لشعب البحرين للتحبير عن آراءهم بحرية تامة وبدون طبعا أي خوف مما جعل مملكة البحرين اليوم تتبوأ منزلة كبيرة من حيث الشغد الديمقراطي واللي طبعا ينظر إليه اليوم بكل إعجاب وهذا طبعا مردود مستقبلا على الأجيال الياية بيكون مردود إيجابي لتطوير مملكة البحرين